النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية GFH المجموعة الرائدة في إدارة الاستثمار أعلن مجلس التنمية الاقتصادية على هامش مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2024 عن استقطاب شركات سنغافورية يفوق حجم استثماراتها 100 مليون دولار أمريكي في عدة قطاعات حيوية تشمل الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة وتأتي هذه الاستثمارات لتمثل إنجازا جديدا لمجلس التنمية الاقتصادية تعكس ثمرة مشاركته الدولية وذلك في عقاب افتتاحه لمكتبه التمثيلي في سنغافورة كأول تواجد له في منطقة الآسيان في نوفمبر العام الماضي من جانبها قالت سعادة السيدة نور بن تعالي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية إن هذا الإنجاز المهم الذي يؤكد الثقة الراسخة للمستثمرين الدوليين في المزايا التنفسية التي تحظى بها مملكة البحرين يمثل شهادة على فعالية تأثير ومرونة سلوب فريق البحرين حيث يعمل كل من القطاعين العام والخاص في شراكة جنبا إلى جنب لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في البحرين أكد سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة الحرص الكبير على دعم قطاع الصناعة بما يسهم في رفض مسيرة البناء والتطوير بالمملكة وتوفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين مشيرا إلى مواصلة العمل على تنمية مسارات تطوير قطاع الصناعة باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في مملكة البحرين جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التفقدية التي قام بها وزير الصناعة والتجارة في مصنع وست بوينت هوم بحرين لصناعة المنسوجات بمنطقة المزرع الصناعية بعسكر بحضور عدد من المسؤولين وذلك في إطار مساعي الوزارة لتعزيز متابعة كافة مستجدات القطاع الصناعي والتعرف على متطلباتها الآنية وخططها المستقبلية أعلنت مجموعة جي اف اتش المالية بشركة مع انفرا كورب توقيع اتفاقية مع كيمبينسكي لإطلاق فندق ومساكن هاربر هايتس كيمبينسكي على همش منتدى بوابة الخليج الفين واربعة وعشرين حيث سيوفر هذا المشروع مستوى جديدا من الفخامة ليقدم وجهة مميزة للعيش على الواجهة المائية في قلب البحرين هاربر بموقعه الاستراتيجي في وسط العاصمة المنامة بالقرب من المنطقة المالية الحيوية ومرافق الترفيه والأعمال ووسائل النقل الرئيسية في المملكة هوت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع يوم الخميس مع ارتفاع الدولار بعد ظهور نتائج الانتخابات الأمريكية وتوجه الأسواق نحو الدولار بفعل احتمالات ارتفاع العملة فيما ينصب التركيز أيضا على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة ثمانية أعشار في المئة إلى ألفين وستمائة وواحد وستين دولار واربعة وثلاثين سنة للأوقية بعد أن بلغ أدنى مستوى له منذ الخامس عشر من أكتوبر في وقت سابق من الجلسة ترجمة نانسي قنقر